كل اللي حصل في الحلقة حقيقي الحلقة دي رجعتنا كأن الحلقة لسه حصلة مبارح مسلسل سعته تاريخه يثير الجدل وتكسيد مقتل نير أشرف وردود الأفعال حققت الحلقة الأولى من مسلسل سعته تاريخه التي عرضت مساء الخميس ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حيث تضمنت أحداث تشبه إلى حد كبير مأساة مقتل الطالبة نير أشرف أمام بوابة جامعتها في المنصورة عام 2022 وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نادية والتي تجسدها الفنانة مايان السيد وهي طالبة جامعية تعيش تحت التهديد والمطاردة من زميلها أحمد وهو إسلام خالد الذي يحاول ابتزازها وإجبارها على الزواج منه وتتصاعد الأحداث عندما تتعرض نادية للتهديد الإلكتروني وفبركة السور مما يدفع احت زميلتها إلى محاولة الضغط عليها للرضوخ لمطالب أحمد ورغم محاولة أسرتها حمايتها عندما تتعرض لهجوم أمام بوابة الجمعة في مشهد أثار تعاطفا كبيرا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريح لها نفت الفنانة مايان السيد أن يكون المسلسل مستندا بشكل مباشر إلى حادثة نيرا أشرف موضحة أن دورها في المسلسل مستوحى من قصص حقيقية لفتيات تعرضن للعنف في المجتمع ومن جانبها أبدت شروق أشرف شقيقة الطالبة الراحلة نيرا رأيها في المسلسل بعد عد الحلقة الأولى ورغم اعتراضها المسبق على فكر التكسير حادثة شقيقتها المأساوية سرحت في بث مباشر على فيسبوك أنها شعرت بأن المسلسل نقل الحقيقة وأنصف شقيقتها حيث قالت كنت معترض على المسلسل في البداية ولكن بعد مشاهدة الحلقة الأولى شعرت بأن نيرا قد أعيد لها حقها ولو بشكل درومي والحلقة ذكرت الناس بشقيقتي وطلبوا لها الرحمة والمغفرة والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام